السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعواشر مبروكة والله يدخل علينا وعليكم هذا رمضان بالصحة والسلامة والمعافية في الدنيا والآخرة وقبول الصيام والقيام هنقدم لكم في هذه الحلقة كيفاش غدا نسهل العملية ديال التنقية ديال هاد زنجلان وربح الوقت في أقل وقت ممكن هنا كيلو أنا غنوريكم الطريقة كيفاش غدا ننقيه بكل سهولة نوريكم الطريقة ديالتي إن شاء الله كنتمنى أنها تعجبكم أول حاجة كنا نأخذ الزرات تعالقمح أو السيار كل المنطقة وباش كتسميه هو هذا نقلب لكم الكاميرا كتكونوا عيون ديالو كبار هاد كالمنطقة اللي كتقوله زير كالمنطقة اللي كتقوله السيار كالمنطقة اللي كتقوله الزرات مهم المناطق تختالف هاد الزرات هاد كنا نأخذو كنقلبه على هاد الشكل هاد نختار دوره و يكون ملحباً يحتاج الناس منذ لجمع ملحباً نضيف الغربال نضيف الغربال نضيف الغربال نضيف الغربة نضيف الغرب نقلب الزراد و نضيف الزنجل نضيف الزنجل نضيف الزنجل نضيف الزنج نضيف الزنجل نضيف الزنجل لنضيف الزنجل او شي زي في كورن بيض لأنه هو اللي غي ينقي لكم الزنجن يبيل لكم ديك الحجيرة لك أنا سولى أنا بالنسبة لها الطريقة اللي كندير أرى ما كنت تلقي والو هانتم و هانتم و قدامكم أرى تقريبا رانقي لأعلاش لأنه لكانت شي حجيرة رقيقة ولا شي حاجة أرى كنت هبطل تحت أرى هادات التحتاني هو اللي غي نعودو نصفه كنبقى كننقي و كنبقى كنكرر العملية اللي نقيته را كنلقاه تقريبا نقي أرى عاد قدريقة ما تنقيه ولكن ضروري ما غن تنقيه كنت نقي و كتحطي في التبصيل و كتبقى يتكرر هاد العملية ها هكا و كتهزي من الفوك و تنقي تفهمنا دابع من بعد كيبقى لنا هذا الشوية التحتاني هذا الشوية اللي كيبقى لنا التحت كنحيدو الغربال و كنعودو الرضوف و كنكررو نفس العملية حتى كيبقى لنا غير شوية هذا الشوية اللي بقى طريقة اللي كنت ندير لي باش منطورش عليكم أخواتي الفيديو غادي تشدو عير ذيك الصفاية الحمراء اللي كنغسله فيها اللي كنصفيه فيها الخضرة و اللي كنغرب له فيها نيد الزنجلان أنا معروفة صفاية اللي كتكون شبيكة رقيقة هذي كتتعاودو تغرب له كتتغرب له هذيك الزريدة كاملا تعاودو تغرب لهها وتنصفوها وتنقيوه وبالنسبة للأخوات اللي عندهم الزنجلان كثير بكمية كثيرة لا تقدر تاخد كيلو ولا كيلو نصف تخدم بيه ولذلك شيء لاخر تخليه حسنا من بعد طريقة سهلة كنتمنى أنها تعجبكم أخواتي وتبرتجيوها مع الأهل والأحباب باش كل شيء ينقز نجلان بهذه الطريقة ويستافد بكل سهولة كنتمنى أن هالطريقة تعجبكم و تديروها إن شاء الله و تديروا لي شيء تعليق عليها إن شاء الله